بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ذلك فضل الله عز وجل على الشاب حين يكون له فيه هداية وحين يدله على طريق الخير وإن الله ليعجب للشاب ليس له صبوة ليس له انحراف ليس له ميلان عن طريق الحق ولذلك هذا الشباب الذي منحك الله إياه أنت مسؤول عنه وفي الحديث لا تزول قدم امرئني يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ذكر منها عن عمره فيما أفناه وذكر منها عن شبابه فيما أبلاه تسأل عن هذه اللحظات تسأل عن هذه الثواني تسأل عن هذه الدقائق تسأل عن هذه الساعات فيما أفنيتها في طاعة الله عز وجل أو في سواها ولذلك لا يتحسر أهل الجنة يوم القيامة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله لم يقدموا فيها لهذا الدين أثرا لم ينجزوا على نحو الذي يبتغيه المولى أمرا بالتالي أنت مسؤول عن هذه الأحداث أنت مسؤول عن شبابك ولا تحسب أنك خلقت عبثا وبالتالي كان هناك منه صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه فما زال يوصي الشباب يا معشر الشباب وما زال يوصي الأفراد منهم يا معاذ إني أحبك فقل دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا به عليه الصلاة والسلام ألقى النسرت بالشباب ما زال يوصي بالشباب ما زال يرعاهم تلك الرعاية الخاصة ما زال يحن لهم وحين يغيبون عن أهلهم ويظن أنهم مشتاقون وإذا به يأذن لأولئك الفتية الذين لبثوا عنده أياما أن يرجعوا لأهليهم شفقة عليهم وبالتالي هذا الشاب اليوم الذي يمكن أن يقدم لهذا الدين أثرا كبيرا وأن ينجز فيه إنجازا عظيما الله تعالى سيسألك عنه وبالتالي نحن في رمضان يمكن أن يكون هناك علاقة مع الله عز وجل وإعاد لهذا الرابط الذي ربما خصم وربما فصم في تلك الأحداث التي مرت على القلب فران وعلى الجسد بالمعصية فانقطع بينه وبين الله ذلك الحبل الممدود فبالتالي لابد للشاب أن يرجع إلى الله عز وجل فإن الله كما قلنا سائله عنه ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام أيضا حاثا للشباب أن يغتنموا هذه الأوقات فاغتنم خمسا قبل خمس فذكر منها شبابه قبل هرمه لأن ساعات الشباب لا تعوض وأحداثه لا يمكن أن تكرر فهي الهمة القائمة وهو النشاط الذي لا يمكن أن يعود إلا أن يتحسر عليه الفتى بعد أن يذهب وحسبنا أن نقلب القرآن فنجد أن الله مما اصطفاهم من الأنبياء فتية فذلك سيدنا إبراهيم فتن وأولئك الذين اختبارهم الله عز وجل فازوا ونجحوا فتية آمنوا بربهم وأولئك الذين نصروا الأنبياء في أكثر من موطن فتية وأولئك الذين قاموا بأمر الإسلام فتية وبالتالي لا تستصغرن عمرك ولا تقولن ماذا أستطيع أن أقدم وقد منحك الله هذه القوة وقد حباك بهذه الفتوة فقدم لله عز وجل وقدم لهذا الدين ما استطعت وبالتالي لا بد أن تترك فيه أثرا ولا بد أن تضع فيه بصمة ولا بد أن يكون لك في هذا الدين الذي حباك الله بلباسه وحلاك بهذا الرداء رداء الإسلام أن تقدم له ما استطعت لذلك سبيلا وإذا عجزت على ذلك فاسأل الله عز وجل كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أعني على ذكرك وشكرك فإذا عجزت أن تقدم لهذا الدين فاستعني بالله أن يعينك أن تقدم لهذا الدين شيئا وأن تنجز له أمرا وبالتالي أنت على ذلك إذن ما دامت لك نية صادقة وما دام لك عمل مستمر فأنت على جادة الصواب وأنت على الصراط المستقيم وأنت على الخير الكثير فهنيئا لشاب قام بأمر ربه واستمر إلى طريق مولاه فحاز وفاز وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم